تجسيداً لقيم الإنسانية والتراحم أطلق طبيب أردني مبادرة لما تخير وهذه المبادرة هي لتسليط الضوء على الفئات المنسية والمهمشة وتقديم سبل الدعم لهم مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومرضى السرطان المبادرة التي أسست عام 2018 يشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين المحبين للغير والراغبين في مساعدة المحتاجين وللحديث عن أوجه الدعم المقدمة وآليات تنفيذ هذه الأنشطة معنا الآن من العاصمة الأردنية عمان الدكتور زيد سمكري مؤسس مبادرة لما تخير يعني شو رأيك يا عمر بهذه المبادرة؟ مبادرة طبعاً بمنتهى الأهمية لأن هناك يمكن أنواع للدعم يقدم إلى شرائح مجتمعية طبعاً مختلفة إضافة إلى أن هي تحمل رسائل توعية للمجتمع سنتعرف على طبيعة هذه الرسائل من خلال ضيفنا الدكتور زيد سمكري مؤسس المبادرة مبادرة لما تخير معنا من عمان صباح الخير أستاذ زيد كيف حالك؟ صباح النور عمر وصباح النور صولة أهلاً فيكم وشكراً على هذه الفرصة المميزة لتحديث أكثر عن مبادرة للمة خير يعني عمر محمس اليوم كثير للمبادرة عمر كثير محمس اليوم للأسئلة فأنا يعني هو من الأول عم بيقول لي سولة أنا بدأي أسأل أول سؤال بدأي أعرف تفاصيل أكثر فأنا اليوم رح أسمح له لعمر أنه هو يبتد بالسؤال حقيقة فعلاً يعني مثل هذه المبادرات يمكن نحب نعرف تفاصيلها دكتور يعني من أين انطلقت كيف جاءت نوع الدعم المقدم من هي شرائح المستفيدة تفضل مبادرة للمة خير فكرتها أتت عفوية نحن كنا معنيين أنه نمس جميع شرائح المجتمع الممكن تستفيد من هيك مبادرة من مرضى سرطان من مرضى الأطفال بشكل عام من العائلات العفيفة وكذلك كنا بحاجة أن نمس الأشخاص الذين هم ذووا الإعاقة وهذه الفئة في المجتمع العربي عامة والأردني خاصة بحاجة إلى إضاءة واهتمام ورعاية خاصة شرائح المنضمة معنا في مبادرة للمة خير من متطوعياً تشمل جميع الفئات العمرية من عمر السبعة عشر عام إلى عمر الثلاثون عاماً يعني عندنا نحن متطوعون من الفئة المدرسية وهناك الجامعيون وأيضاً هناك الذين على رأس عملهم نعم فنحن لسنا محصورون بفئة معينة أو شريحة معينة ونحاول أن نفيد أكبر عدد من الناس من خلال مبادرتنا نعم رح نحكي أكثر عن المتطوعين ولكن في شي لفت لنا انتباهنا هو أنه حضرتك طبيب متخصص بمجال الجراحة العامة شو يلي جذبك لأنه تشتغل بالعمل التطوعي وكمان بدنا نعرف رأيك بمصطلح الطبيب الإنسان يعني بالمجتمع العربي يعني كتير منسمع الطبيب الإنسان ولكن ما عم نشوف أو ما عم نشوف أنه هيدا عم نلمس أنه الطبيب هو إنسان صحيح للأسف أطباء أو بعض الأطباء أصبحوا مديين جدا وليس هناك مراعاة لجانب الإنساني وأنا يمكن دخلت تخصص الجراحة العامة وخصوصاً مجال الجراحة التجميل لأنني منذ صغري كنت أتطوع في جمعيات كانت معنية بالمرضى التشوهات الخلقية وبناء على ذلك أدى إلى دافع قوي عندي وحماس أن أؤسس مبادرتي الخاصة التي سوف تكون معنية بتسليط الضوء على مفهوم الطبيب الإنسان كما وأنها سوف تساعد الآخرين من شرائح المجتمع أن يتشجعوا أن يقوم بهذا العمل ليس هناك عذر أن لا تقوم بعمل تطوعي أنا طبيب ولي أشغالي ولي عيادتي ولي وقت أخصصه لهذه المبادرة فهناك دائماً وقت نستطيع أن نخصصه لأعمال التطوع والخير فأحببت من خلال هذه الفعاليات والمبادرة أن أكون مثل لجيل الشباب أن مهما كانت تخصصك أو إنشغلاتك في الحياة تستطيع دائماً أن تجد وقت الكافي لأن تقوم بأعمال التطوع بالتالي دكتور أحكي لنا كم عدد المتطوعين حتى هذه اللحظة لأن الأعداد ربما تعكس وعي المجتمع تعكس مدى التماسك والمجتمع في مساعدة الآخرين وهل لديهم تخصصات معينة؟ لن نعرف أن المبادرة فيها أكثر من شق فبالتالي هل لكل شخص متطوع يجب أن يكون عند اختصاص معين؟ نعم عمر أنت تفضلت بسؤال كم عدد المتطوعون؟ أنا سوف أسألك سؤال آخر كم متطوع على قائمة الانتظار أم كم متطوع فعلي على أرض الواقع؟ لدينا العشرات بل المئات من المتطوعون المتشوقون للانضمام لمبادرتي وهذا دليل على أن المجتمع الأردني خاصة وحتى المجتمعات العربية عامة لأن عندها من كافة الجنسيات لديهم حافز كبير على العطاء وعلى الإنجاز وعلى التطوع أما على أرض الواقع حاليا هناك مئة عضو فعال والآخرون على قائمة الانتظار حلو كتير إذا بدنا نحكي أكثر عن المبادرة المبادرة كمان بتهدف لرفع روح المعنوية عند الأطفال يلي مصابين بأمراض مزمنة إذا فينا نقول شو هي الأنشطة واللي يمكن تمارين يمكن قصص ترفيهية بتلجأوا لا لا تعملوا لهم إياها تمام في آخر فعالية قمناها كمبادرة لمة خير قد استهدفنا الأطفال المصابون بأمراض الدم الوراثية وعلى سبيل المثال مرض الهيموفيليا والثلسيميا هذه الأمراض نادرة ولكن هناك أطفال يعانون جدا منها مثلا مرض الهيموفيليا مرض معني بتخثر الدم وهذه الفئة من الأطفال إذا تعرضوا لأي إصابة أو جروح هناك صعوبة جدا في التآم الجروح فإذا تعرضوا للتنمر من مجتمعنا هناك عواقب وخيمة صحية عليهم وهم يتعرضون بشكل أسبوعي لذهاب أو يطرون لذهاب للمستشفى لأخذ العوامل التخثر الناقصة في الدم فهذه المعاناة الدورية والأبدية لهذه المرضى ومن فئة الأطفال أحببنا أن نخفف عنهم ونهون عنهم من خلال فعاليات ترفيهية وآخر فعالية كان اسمها أنت بطلهم أردنا أن نصل رسالة من خلال متطوعيننا أننا نستطيع أن نتقمس شخصية الأبطال والمثل الأعلى هؤلاء الأطفال من خلال فعالية ترفيهية وأنشطة داخل المستشفى داخل المكان الذي يهابه هؤلاء الأطفال ولا أستطيع أن أوصف لكم سولا وعمر كمية الفرحة والبهجة والسرور التي عمت في قلوب هؤلاء الأطفال وكذلك ذويهم وحتى الكادر الطبي المتواجد في أحد المستشفيات الحكومية الأردنية وأريد أن أستغل هذه المنصة أو هذه الفرصة لأشكر وزارة الصحة وحتى المستشفيات الحكومية الأردنية على تعاونهم الشديد معنا من خلال تفاعلهم وتسهيل أمور هذه الفعالية يمكن كان عدتكم فعاليات أيضا خصصتوها للأطفال المصابين بمتلازمة داون ماذا قمتم بهذا الصدد؟ ما هي الفعاليات التي قمتم بها؟ أيضا كيف كانت ردة فعل المجتمع بالتفاعل طبعا معهم؟ كيف كانت ردة فعل أيضا دويهم؟ تفضل نعم مجتمعاتنا بشكل إنعام تهاب الإختلاف تهاب الشخص المختلف عنهم وهذه الفئة المصابون أو المولودون بمتلازمة داون هم أطفال طبيعيون جدا ولكنهم مميزون عننا مميزون لأن طريقة تعاطيهم مع المحيط تبعهم مختلف بشكل بسيط عننا هم أشخاص اجتماعيون ودودون ومعطاءون ولكن هناك سوء فهم لهذه الحالة ففي أول نشاط أقمناه كهان معني بدمج أطفال مدرازمة داون مع الأطفال الآخرون في المجتمع كان هناك تخوف من ذوي الأطفال الآخرون بالأماكن العامة كمسابح عامة أو ملاعب عامة لكن عندما رأونا كمتطوعين نتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بطريقة جدا طبيعية زال وتشتت هذا التخوف من قبل ذوي الأطفال الآخرين فهكذا استطعنا أن نصل أو نوصل رسالة بطريقة غير مباشرة توعوية أن هؤلاء الأطفال هم مختلفون لكن لا ليس علينا أن نهابهم أو نخافهم إن الاختلاف في المجتمع هو شيء جدا إيجابي ودائما الاختلاف يجب أن نشجع الآخرين على أن يتقبلوه ويمكن قناة الغد هي من أوائل القنوات العربية المعنية بالشباب والمعنية بتسليط الضوء على الاختلاف وتقبل الاختلاف كل إنسان مختلف بطريقة معينة أو مميز عن شخص الآخر بطريقة معينة فإذا جميعنا تقبلنا اختلاف بعضنا الآخر جميعنا سوف نعيش بسرور وسعادة في هذه الحياة وتسهل علينا جميعا صحيح معك حق مية بالمية بدنا نحكي كمان عن البارت كتير مهم يلي هو عن البيئة حضرتكم كمان رح تقوموا بمبادرة بتعني البيئة وفي كمانة هي تحت شعار هذا الشعار أنا كتير حبيته يلي هو قبل ما ترميها فكر فيها كيف رح تنشروا هيدا الرسالة؟ صحيح صحيح سؤال أنا كنت حاب من خلال منبركم الإعلامي أن أخصكم بهذا أو أخص متابعينا أو لمبادرة لمتخير بهذا الخبر وهو إطلاق فعالية مميزة سوف تبدأ في مطلع الشهر القادم بتعاون مع شرطة البيئة الأردنية وبتعاون مع أمانة عمان الكبرى بإذن الله وهذه الفعالية سوف نصل من خلالها رسالة للشعب الأردني بضرورة الاهتمام بالبيئة الاهتمام بها كنظافة عدم إلقاء القمامة من نوافذ السيارات لنبدأ بأبسط الأمور وأكثرها تكرارا يعني من عادات سيئة أو سلبية صحيح فمن هنا أتى هذا العنوان أو هذا الشعار طبعا الشعار أتى من متطوعين مبادرة لمتخير لأنهم مجموعة من الشباب الخلاق ذوء الفكر الواسع وعمر أنت سألتني في بداية اللقاء هل هم ذوء اختصاص معين؟ هم من جميع اختصاصات عندنا المهندسين عندنا الأطباء عندنا طلاب التوجيهة بالمرحلة الدراسية المدرسية فعنا من كل التخصصات شتى التخصصات والمجلات حتى عنا ممثلين أيضا في مبادرة لمتخير فمن هناك العنوان قبل ما ترميها فكر فيها دكتور زيد مؤسس مبادرة لمتخير كنت معانا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان مضيف كريم شكرك جزيلا شكر ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه المبادرة شكرا شكرا لك شكرا لك